طيب خلينا ندخل دلوقتي على التسويق الالتروني ديجتال ماركتينج اهمه في الديجتال ماركتينج ان هو مش فور بيز زي ما قلنا احنا قلنا ايه سيفين بيز يعني عندنا الاربع الاساسيين اللي اتكلمنا عليهم المنتج الترويج السعر المكان واحنا قلنا ان الترتيب مش مهم الترتيب بيعتمد على مين بيعتمد على الماركتير نفسه ده هنا مسلا ممكن هو حاطط الترويج رقم اتنين بس ده مش ترتيب يعني ممكن يبقى الترويج في الاخر ولكن اهم هو ليه حط المكان في الاخر او في اخر الاربع لان هنا مهم جدا ان انا بعارف ان ده لا محدود المكان انا لو قدرت ااخد المنتج بتاعي وحطه في امازون امازون عندها على مستوى العالم هي ممكن توصل المنتج ده في اي حتة في مستوى العالم فاهم? انت لو عندك شحن انت تقدر تبعت الشحن بتاعك عن تريد DHL او فيديكس او اراميكس لاي مكان في العالم تمام? فاصبح ان البليس هنا ما بقاش فيه مشكلة بالنسبة لنا قويش في البيبو البقى هو ده الاهم ان الشريحة التسويقية بتاعتك اللي كان اسمها في التسويق التقليدي هنا بقى اسمها عندنا بيرسونا يعني ايه? انت بتتعملش دلوقتي على اه 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 يعني كان محدد ما تكون في مكان ما اه له تجمعات في مكان ما بيروحوا نادي معين او كده زي التسويق التقليدي لان انا لازم اوصل لهم بنفسي هناك عن طريق اعلانات مطبوعة او عن طريق اه اه يعني سيلزمان او مندوبين مبيعاتي يوصلوا لهم هناك لا انا هنا ديشتر ماركتنج انا ممكن اوصل للشريحة دي ولو كان واحد في وسط المية موجودين يعني لو في مبنى واحد في الف شخص وفي بيرسونا بتاعتي موجودة في خمسة انا قدر اوصل للخمسة دول من وسط الالف شخص اوكي? ده ديشتر ماركتنج. فاصبح ان انا ديسترويوشن هنا بتاعي واسع جدا. فعشان كده انا بهتم بالشكل النفسي للبشر اكتر ما بهتم بالتواجد المكاني للبشر. اوكي? هنا عندي في ديشتر ماركتنج عندي نقطة مهمة جدا وعند تحدي كبير بيسموه البروسيس. البروسيس اللي هو العمليات. العمليات الاجرائية. ان انا باخد المنتج من حتة الفلانية هو دي الحتة الفلانية. اه بقدر اه ازهر هنا بعمل كامبين اعلانات في المكان الفلاني. اقدر اوصل الحتة دي. احنا انتكلم على الموضوع ده بالتفصيل. اه وبعدين في الاخر عندي مشكلة كبيرة او تحدي كبير في الديشتر ماركتنج ب يسمون. العميل اللي بيتعامل معك اونلاين عنده مشكلة كبيرة جدا. ان هو مش واثق فيك. يعني هو ما اقفش قدامك ما اقفش في المول ما شافش انه في محل كبير. موجود مثلا في دبي او دبي مول او موجود في الرياض او موجود في مكان ما هو عارف ان الناس دي عشان تفتح محله زي كده لازم يباليه رخصة ولازم اقدر اشتكيف البلدية هو عارف اجيب حقي منه. تمام? انما هو هنا اونلاين هو ماش عارف. انا انا اسف انت نصاب ولا شخص اه طبيعي. انت فعلا اه ليك مكان ولا ملكش مكان. انت شركة ولا مش شركة. اه انا مهم ممكن ينصب علي انا ممكن اشتري منه برفان او اشتري منه ايفون مسلا. اه ولاقي سعره في السوق. هنفترض الف دولار. وانا لقيته عنده هو بخمسمائة دولار. فروح تشتريت وفي الاخر لقيت الكارتونة جاية اللي فيها حتة اه اه اسمنت او حتة قليب توب. كويس? اه احوصله ازاي? مش عارف احوصله. فبحتاج حاجة اسمها زي ايفدنس. يسموها الفيزيكال ايفدنس. الفيزيكال ايفدنس دي حاجات كتير جدا. احنا اونلاين لازم ناخد بالنا منها. ولازم تركز عليها بعد كده. لما تيجي تبني البروسيس بتاعتك. لازم تهتمم بالفيزيكال ايفدنس. زي ايه? زي المكان اه صوره اه زي ما هنتكلم. اه جوجل ماب. لازم يكون لك تواجد على جوجل ماب. لازم يكون اه يعني عندك ويب سايت كويس. لازم يكون عندك صور كويسة. لازم يكون عندك صفحة فيسبوك او بيسموها لازم يكون عندك صفحة فيسبوك عليها سي مثلا خمسمية الف او مليون. وده ممكن وسهل ومتاح بالمناسبة هنكلم عليه بعدين. اه انستجرام لازم يكون عندك كتير جدا على الانستجرام. لازم يكون عندك كتير جدا على سناب شات على تويتر نفس القصة. يعني اديك مسلا. انت لو دخلت تشتري من من موقع. اه ولقيت صفحة الفيسبوك بتاعته عليها مليون ومتين الف. اوكي? انت اه يعني هاها هتبقى مطمن. ما هو مش معقول لها مليون ومتين الف دول تضيجون من الشارع. تمام? انما تخيل انت لو خلت على صفحة فيسبوك عليها سبعة. وانت التامن. صعب جدا 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 تدفع وتشتري. كويس? فهو ده اللي هنقصده بالقصة. خلانا ندخل نقطة اللي بعد كده. هي نفس القصة. اه بس ده يعني ايه شرح عشان يوضح لنا بس ان هي بغض النظر هو ده الصح ولا ده الاول ولا ده التاني مش قضيتنا دلوقتي. قضيتنا قاضعة لعقلية الماركتير. تشتري الماركتير هو اللي بيحدد مين الاهم. ولكن احنا فعليا. فعليا احنا بندور بيجي لنا منتج. انت راجل هنفترض انك مستشار في التسويق. فانت هيجي لك شركة تقول لك ان انا عندي كزا. اه حاول تسوقه لي. فانت جايلك المنتج جاهز. او لو انت شغال في شركة. اوكي? عندك منتج. فانت بدأت برضو من عندي المنتج. ان انت بتبدأ تدور المنتج. تبدأ تدور للبرسونة المضافقة معها. مين الشخصية اللي قدرة بيحالها? طيب وبعد كده تبدأ تبني البروسيس بتاعتك كلها. فاصبح ان هنا المحرك الرئيسي بالنسبة للماركتينج ميكس في الدجتال ماركتينج. طبيعة البرسونة نفسها. فعش كده احنا هنركز كتير جدا في الفكرة بتاعت الدجتال ماركتينج على البرسونة. السيفين بيز زي ما قلنا انت عندك هنا المنتج. عندك السعر. الترويج. المكان. كويس. اصبح هنا المكان هو رقم اربعة. بس برضو قد يكون ده مش مش تدريجي. انت رؤيتك انت كدشتال ماركتينج. انت الموضوع بيختلف. ولكن اهم حاجة في الاخر الدليل المادي. لانك بعد ما تبني البروسيس دي كلها والعملات دي كلها وتنجح فيها. هتوصل للدليل المادي. مهمة جدا انك تقنع العميل. لان العميل حيدور وراك. قبل ما يدفع فلوس عدد اللايكات. الفيديو. اه هيبدأ يعمل سيرش على جوجل. فلو لقى الموقع بتاعك طلع له في اول نتيجة او تاني نتيجة. هيحس ان انت ايه. ليك تواجد. هيطمن اكتر. يعني ايه هيطمن اكتر. يعني لو فيه الف عميل عملوا الزيارات دي. او عملوا حاولوا يدورها. سبعمائة منهم ممكن يخلص البيع. كويس. وتلتمية هيبدأ يشك ويسأل زميل وهكذا. بس دلوقتي لان احنا دخلنا في قصة عالم ديجتال اكتر. اه الناس بدأت تجازف اكتر. لان اه اصبح ان الجهات الحكومية دلوقتي. والبلديات وهكذا. بدأت لازم ترخص قضية الديجتال سيلز. وده بيدي مصدقية اكتر للعميل. وده بيدي فرصة اكتر للبيزنس بنو يكبر. اوكي. اه طيب. ايه الفرق بين البرسونة والعميل المستعدة? او التارجت اوديونس. تارجت اوديونس طبعا ديت اه قضية مهمة جدا موجودة في التارجت اوديونس. التارجت اوديونس ده بينبني كنا زمان في التارجت اوديونس بركز على حاجة اسمها اه مين اللي عاوز المنتج بتاعك? هو مين الشخص اللي انت عاوزه? اللي هو عاوز المنتج بتاعك? وايه هي المشكلات اللي عنده عشان تحلها له? بس كده. تمام? وحنتكلم عليها في دلوقتي. اه حدوتها يعني. اه حصلت مهمة جدا انك تبع عارف ايه المنتج اللي انت عاوزه. وفي نفس الوقت مين العميل اللي قدر اشتريه. اوكي? طيب. بالنسبة البرسونة البرسونة انا محتاج عارف تفاصيل كتير جدا. الديجتال ماركتنج بيساعدني فيها اصلا. بيساعدني ان انا اوصل لها. انا لو حددت عمر الشخص ده. وحددت الكريل بتاعه هو شغال فين? يعني شغال في مجال الكمبيوتر وشغال في مجال الميديا. شغال في مجال الاخبار. شغال في مجال المطاعم. ايا كان الموتيفيشن اللي بيخليه اشتري. وفي نفس الوقت اللايف ستايل بتاعه. يعني اللايف ستايل. هل هو بيحب يعيش اللايف ستايل اللي هو الرفاهية. فده ممكن يبقى بيحاول يبقى عنده قطة عنده كلب. اه عنده عربية عنده حديقة. عنده جاردن. يعني عنده بيحتاج ادوات حديقة ادوات جاردن. اه بيحتاج ادوات صيد اه سمك او قد يكون مسلا لو هو في امريكا ممكن يحتاج اسلاح للصيد طيور وهكزا. بتاعته زي مثلا سي اه يعني مثلا دلوقتي في المجتمع الاسلامي فيه شبه كان فيه فترة الفاتت شبه مقاطعة لكرفور بسبب الاعتداءات اللفظية اللي حصلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحف الفرنسية وهكزا. ففيه مقاطعة جديدة جدا حصلت اتجاه كرفور. طيب فدي بناء على القيم. فانت مجيش انت ممكن لو انت كرفور هتبدأ تعمل ايه? هتبدأ تعمل مثلا كامبينات او حملات على التخفضات. وفعلا تعمل تخفضات بحيث تبدأ تجر رجل الناس تاني ان هي ما تطيعش التخفضات دي منك. منهم يعني. طيب السنجل او مارد الزواج الاحتياجات للمتزاوجين غير الاحتياجات للعزاب. يعني لما تيجي تعمل اعلانات مثلا. اديكم مثلا اللي هي الحفزات للاطفال. الاطفال الصغيرين. مهم جدا انها هتختار هتختار ان هي مثلا اه في الاول هنا مش موجود حتى اللي هو ميل ولا في ميل. هنفترض ان هي في ميل. هنفترض ان هي سنها اكبر من 25 سنة. يعني مع كده ان هي ممكن تكون متزوجة. هنفترض ان هي لازم تبقى متزوجة. هنفترض ان هي شغالة. مش سيبت بيت. اه ليه? لان كل الكلام ده بيساعد ان هي اه محتاجة تبقى اسرع في استخدام دايبرز. هنفترض ان الموتيفيشن ان هي محتاجة ابنها ينهم. اه محتاجة ليفستايل. هنفترض ان هي اه يعني بتحب ان هي اه سي مثلا اه تكون اه لطيفة وخفيفة كده فممكن يعمل لها الفيديو او الدعاية ان هي موجودة في حفلة وفجأة الولد بيبكي فمحتاجة بسرعة في ميزة ان هو ممكن يعمل الكلام ده في انجاز سريع اللي هي قصة ان هي قد تكون او قد تكون ايا كانت الفكرة فاصبح ان هو هنا ممكن يلعب على قضية البرسونة فهنا بدأنا نحدد شكل البرسونة طبعا البرسونة كل ما كتبنا عنها تفاصيل اكتر كل ما نجحنا اكتر في التسويق لان احنا بقنا عارفين احنا نقدر نوصل لها ازاي اوكي طيب خلينا نكمل في القصة بتاعت الدرجة او دياز بعدين ولكن خلينا نشوف ايه الفكرة اللي احنا محتاجينها بعد كده